كنت حدى معاك بهذا الحدث يا أحمد ونظام البطولة وجوائز البطولة المادية طبعا الفرق المشاركة الأول طبعا النادي الأهلي بطل الدوري وصيف الدوري نادي بيرامدز بطل كاسر رابطة نادي سيراميكا عشان كانت تلاتة دول خلاص تم تأكيد مشاركتهم لسه الفريق الرابع اللي هو امبي او فيوتش النادي امبي لو لقدر الله كسب النادي الأهلي في الكاس ووصل نهائي هيصعد هيبقى هو الفريق الرابع لو النادي الأهلي كسب امبي خلاص امبي يبقى خرج منه اللي هيصعد مكانه اللي هيصعد فيوتشار اللي هو رابع الدوري اللي فات رابع الدوري الموت فيبقى كده خلاص الأطراف بتاعت الفرق اتحددت سيراميكا النادي الأهلي بيرامدز والفريق الرابع امبي او فيوتشار البطولة زي ما قلنا هتبقى من يوم 24 ديسمبر ليوم 29 ديسمبر وده خلي بالحضة اهم حاجة هنا التلحم المباريات وده انا شايف ان ده الخطر الحقيقي عن النادي الأهلي السنادي هو كسرة المباريات وتلحم البطولات عدنا نسوت في الموضوع ده الحقيقة من اول يوم انت النهاردة هتطلع من السعودية على الامارات هتطلع من كاسة العامل الاندية ان شاء الله لو كملت حتى لو لعبت على البرونزية والمركز الثالث والرابع هتخلص يوم 22 ديسمبر اول ماتش حتى لو اتعمل يوم 25 فاصل حتى 48 ساعة وفيه سفر من الامارات للسعودية اعتقد ان الدنيا توقع بالنسبة للنادي الأهلي لازم يحصل في الفترة دي لازم يبقى فيه روتيشن لازم كل اللعيبة في الفترة دي تاخد فرص كتير بحيث ان انت تبقى مجهز في رائتك بشكل كويس بدنيا وفنيا عشان انت داخل على معمعد بطولات كتير جدا الجوائز المالية دي برضو حاجة يعني تحترم من الشركة الرعية المنظمة للبطولة النهاردة البطل بتاع السوبر لو استعرضنا الجوائز هتلاقي بطل السوبر هايخد ماتين وخمسين الف دولار غير المديلية الذهبية صاحب المركز الثاني هايخد مية خمسة وعشين الف دولار الكلام دا ماكنش موجود قبل كده الجوائز دي تبتتكلم في ربع مليون دولار المركز الاول مية خمسة وعشين الف دولار المركز التاني المركز الثالث boundaries 75 الف دولار المركز الرابع اللي هو حتى لو جيه خسر المعتشين مجرد المشاركة هياخد خمسين الف دولار إذن الجوائز دي برضو حاجة مهمة جداً النهاردة أنا شايف إن النادي الزمالي خسر بطولتينة كابتن إسلام لما انسحب القرار ده كان قرار خاطئ الناس كانت بتضحك عليهم في الإعلام إن ده قرار صحة وإنه مش عارف إيه وخده قاس الكرامة ومش عارف إيه الحاجات اللي احنا كنا بنسمعها دلوقتي إيه الموقف بتاع الناس لما نادي الزمالي خسر البطولة دي وخسر البطولة دي وخسر الفلوس بتاعت البطولة دي خسر النهاردة بتتكلم من خمسين ألف دولار مركز رابع يعني إنت لو ملعبتش نادي زي سيراميكا واخد الرابطة لو خسر الماتشين بس هيخد خمسين ألف دولار صحية فدي حاجة يعني بصراحة كمان يعني بصراحة الشركة المتحدة النهاردة كرامة النادي الأهلي